اطلق الاتحاد الرياضي للامن العام وبالتعاون مع نادي ضباط الامن العام عددا من الفعاليات والانشطة الرياضية المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك ومن ضمنها بطولة الريشة والتنس والبولنغ الى جانب دور كرة القدم للضباط والضابطات واشاد العقيد خالد الخياط رئيس الاتحاد بتوجيهات وزير الداخلية لتفعيل البرامج والانشطة الرياضية خلال الشهر الكريم والمتابعة الحثيثة لرئيس الامن العام في تطوير مختلف الانشطة الرياضية بوزارة الداخلية منوها الى استمرار هذا النشاط الرمضاني في ظل الاقبال المتزايد للمشاركين كل عام حيث يسعى الاتحاد الى تطوير هذا النشاط لاستقطاب كافة متسبي الوزارة كما اكد رئيس الاتحاد الرياضي للامن العام ان رؤية الاتحاد والتي يسعى اليها هي لياقة عالية يتمتع بها رجال الامن وشراكة مجتمعية نحو حياة امينة ولذلك فان تنظيم الفعاليات والانشطة الرياضية اسهم في اعداد عناصر الشرطة من الناحية البدنية والصحية وحقق مفهوم الشراكة المجتمعية موضحا ان هذا التنوع يساعد على تقطية اكبر شريحة ممكنة كل حسب اهتمامه وميوله